تنبيه يسن رفع الصوت باللذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه يسن رفع الصوت باللذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه وإذن قدر ما يسمع نفسه هو قدر واجب يسمع رفع صوته حتى يسمع نفسه هذا قدر واجب للإعتداد بأذانه فوق ذلك هو يرفع صوته سنة كذلك ولمن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحدا منهم يعني هذا قدر واجب هذا شرط لو كان واحد يؤذن لجماعة ننبغي أن يكون بقدر ما يسمع واحد من الجماعة كما سبق فوق ذلك رفع صوته هذا مسنون ذلك أن يبالغ كل في جهر به للأمر به وهذا مسنون ثم المبالغة سنة أخرى فإذن هناك في رفع صوت ثلاث وراتب حتى يسمع نفسه بالنسبة إلى المبرد هو شرط للإعتداد باللدان بالنسبة إلى من يؤذن للجماعة يسمع على الأقل واحدا منهم هذا يعني شرط للإعتداد بأذان للجماعة ثم يرفع صوته أكثر من ذلك بدون مبالغة هذا المرتبة الثانية ثم ووق ذلك يعني يبالغ في رفع الصوت هذا المرتبة الآخيرة كل سنة وشأنه رفع الصوت وأن يبالغ كل في جهر به كل يعني المبرد هو المؤذن للجماعة للأمر به به يعني بالمبالغة أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمبالغة في رفع الصوت وخفضه في مصلع وقيمت فيه دماعة لكن هذا الرفع الصوت عين في غير مصلع وقيمت فيه دماعة أما المصلع الذي وقيمت فيه دماعة رجل يخفض به وخفضه به يعني خفض الصوت يسن يعني تبقى لا رفع الصوت خفض الصوت به يعني باللغة لمن يعني يؤذن في مصلع وقيمت فإذا مضتها الجماعة الأولى ثم يؤذن للجماعة الثانية أو يعني يؤذن لنفسه ثم هؤلاء من صرفوا بعد الجماعة الأولى هؤلاء الجماعة انصرفوا إذن لو لم ينصرفوا بل ممكن هم يشتغلون بالرواتب والذكري والدعائي كذا كذا فإذن وهو يبالغ ويرفع الصوت ويبالغ فيه لكن بدون تشويش على المشتغلين بذكار وصلاة كذا كذا هناك قال وانصرفوا لماذا يخفل الصوت بهذه الحالة لأن لا يشبش ويوسوس على المنصرفين ممكن هم يظنون بسماء هذا اللذان أن وقت الصلاة الهاتية قد حضر ممكن هم انصرفوا بعد المغرب ثم رجل بعد استساعه يؤذن جهرا هم يظنون أن وقت اللي شاء حضر يأتون إلى المسجد فإذن هذا لم يحضر الوقت فهكذا لأجل عدم التخليط والتشويش على المنصرفين يخفل وهذا الانصرف إلى أي مكان يعني انصرف أيضا مقيد ينصرفوا إلى مكان يسمعون من المنصرف منه نداء المؤذن فإذن لو ينصرفوا فوق ذلك لا يسمعون المنصرفون لا يسمعون هذا الرجل أما هما بالض عندئذ يبالغوا هكذا قيدنا يعني هؤلاء ينصرفوا إلى موضي من هذا الموضي يسمعون صوت المنادي من هذا المسجد وإلا يعني هم انصرفوا إلى موضي لا يسمعون صوت المنادي من هذا المسجد أما هما بالض المؤذن عندئذ يبالغوا ليس هناك هذا المحذور ثم وترتيله يعني يسن ترتيله ترتيل يعني ترتيله أي ترتيل لدان ترتيل معناه هذا قطع كل كلمة عما يليه هكذا ويدراج اللقامته دراج يعني إسراء بكلمات اللقامته أما في الادان ترتيل يعني فصل كل كلمة عما بعدها لكن هذا باستثناء التكبير فإذا هو يجمع بين التكبيرتين التكبير الله أكبر الله أكبر بنفس واحد أما غير غير التكبير هو يفصل يعني يتنفس بين كل كلمتين كلمتين ثم يتي به حتى في هيا على التكبير أيضا وبعض الموذنين يعني يدرجون الهيا على التكبير ليس كذلك بل يفصل بينهما هيا على الصلاة حيا على الصلاة هيا على الفلاح حيا على الفلاح هكذا بالفصل هذا هو الترتيل هذا ترتيل له معنى يعني هذا القدر يسنه يعني يفصل كل كلمتين عن غير عن غير إدراج معناه يعني إسراع إدراج معناه في اللغة الإدخال إدخاله كلمتين في أخرى وهذا كيف يكون يعني بالإسراع وتسكين رائع التكبير الولى إذن ثم التكبير في اللذان واللقامة يدرجهما يعني يقولهما بنفس واحد عندئذ ماذا يفعل في الرائع التكبير الولى يعني هناك قيل ثلاث حالات هذا تسكين الرائع وتضميم يعني ضم الرائع وفتح الرائع هكذا ثلاث الراجع هذا تسكين الرائع فإذن كيف يكون هذا التسكين يعني بوقفة يسيرة ولهذا شرع جمع كل تكبيرتين في اللذان بنفس واحد أي مع وقفة لطيفة على الأولى للاتباع هكذا ذكر في التحفة فإذن هذا يعني يجمع بين تكبيرتين الله أكبر الله أكبر لكن هناك وقفة يسيرة وبهذه الوقفة اليسيرة يسكين على الرائع ويسكين راء تكبيرت اللولا الله أكبر الله أكبر وغيره هذا يعني يلمه الله أكبر الله أكبر هكذا بالنسبة بالنسبة إلى الرائع هذا هو هذا هو يعني للم الإعراب إما هكذا على الأصل أو هكذا بالنقل أو بالتسكين هذا التسكين أولا فإن لم يفعل فاللصح واللم أي وإن لم يفعل هذا التسكين ماذا يفعل هو يضم على الأصل وقيل الفتح يعني كما قلت ثم يدغم دال محمد في رائع رسول الله وهذا اذن يسن يسن ترتيله وإدراج اللقامة يسن تسكين رائع تكبير ثم يسن يدغم دال محمد في رائع رسول الله الدال لا يدغم لا تدغم حقیقتا ثم ماذا يدغم يدغم تنوين الدال فقط محمد الرسول الدال لا تدغم في الرائع بل تنوين هو يعني تنوين عدال يدغم في الرائع ثم تنوين لا يدغم في الرائع إلا بعد قلبه رائع النون يقلب رائع ثم يدغم لأن اليدغام حرف حرف يعني إدخال حرف في مثله هكذا في رائع رسول الله هذا في اللذان بالنسبة إلى اللذان هذا سنة أما لو أظهر في التشخد وهو مبطل للصلاة كما سبقا ذكرنا بمبطلات السلاة لو أظهر هذا التنوين لأن لأن تركه من اللحن الخفي يعني ترك اليدغام وهو من اللحن الخفي الخفي يعني الذي لا يغير المعنى ثم وينبغي أن نتقوا بهاء الصلاة هيا على الصلاة هذا الحاء وكذلك قد قامت الصلاة هناك ينبغي أن ينتقى بهاء الصلاة وإلا يفوته حرف لو فاته حرف من هذه الكلمة فكأنه لا يتب حي على يفوته هذا الكلام لو فاته كلام كأنه لا يتم له اللذان فإذن كأنه لم يؤذن لصلاة أو كأنه لم يقم لصلاة ما قام آل الصلاة هكذا آفة النظيمة لأجل ذلك ينبغي أن ينتبي ثم ويكرهان من محدث وصبي وفاسق اللذان واللقامة يسن مع الطهارة لو كان من محدث محدث يكره يكره هناك أليش الشرواني نقل ابن قاسم قال ابن قاسم بخلاف غيرهما من الأذكار فلا يكره للمحدث لأن القرآن الذي هو عفضل الأذكار لا يكره فبقية الأذكار بالأولاء فإذن هذا الأذكار يسن لها الوضو يعني الطهارة لكن مع الحدث هل يكره لا يكره شيء من الأذكار حتى قراءة القرآن لكن اللذان واللقامة يكرهان من محدث لو أحدث أصناء اللي قامت واللذان ماذا يفعل هل يتم أو يعني يتوى الله ثم يتم لا وهو يتم نعم من أحدث أصناء ولو أحدث أكبر سنة له يتمام هكذا كما في التحفة نهاية هكذا كل قتب ثم هناك يكرهان من محدث ذكر هنا الشرواني في التحفة يعني مسائل أخرى مكروه ويكره التمطيط والتغني فيه إلا ذان التمطيط يعني التمديد وكذلك التغني كلاهما مكروهان في اللذان ما لم يتغير به المعنى وإلا حرما لو كان يتغير به المعنى يعني بالتمطيط والتغني يكون حرام ثم قال وترقى بل كثير منه كفر يعني بسبب التمطيط والتغني في اللذان يعني بعض الكفر هذا مثاله سبق في تكبير الإحرام يعني استفهام يعني مد ألفي الله اسم الجلالة أو يعني أكبر وهذا المد يعتبر ألف استفهام فإذا كانه يرد لا يتردد أو يشك في عظمية الله سبحانه وتعالى وهكذا يكون معانا وكذلك هذا مد أو ادخال ألف بعد البائي من أكبر ينتق أكبر لأجل التغني والتمتيط حقا هذا كفر ما سبقنا لذلك كان يعلم المعنى هو يكبر حقيقة فليتنبه لذلك ما معنى التغني التغني يعني تمديد لذان والتطريب به تمديد يعني تمديد وهو يمد يعني في غير ما وله مشروعه المد ليس مشروعا في بعض الأماكن وهو يعني يزيد على القدر المشروعي هذا هو التمديد التمديد أما التغني يعني التطريب التطريب يعني رفع الصوت وخفله هكذا عند المد هذا تطريب تغني كلاهما مكروهان وإذن ينبغي يتحذر منه لأنه يوقع في الكفر أيضا في بعض الأعيان يكرهان من محدث وصبي وفاسق إذن هذا تحسين الصوت مشروع في اللذان والقراءة لكن ليس هذا بل هذا أمر آخر تحسين الصوت يعني ترقيق الصوت يجعل الصوت رقيقا الصوت الرقيق يكون لذيذا للسماع لأجل ذلك تحسين الصوت يعني ترقيقه ليس تمديده ولا التغني ثم التطريب ليس هك هما يعني شيء يعني يكرهان من محدث وصبي وفاسق ولا يسح نسبه نسب الفاسق نعم لو أذن الصبي يعني يؤذن للبالغين أو للجماعة في المسجد وهذا يعني مكروه وفاسق ولا يسح نسب الفاسق مؤذن في المسجد لماذا وهذا أمانة بأي شيء بدخول الوقت وهذا الرجل الفاسق لا يسق بإعلامه لذلك ترجمة نانسي قنقر